وَمَا أَغْسَلْنَا مِنْ قَبْرِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى والتي تجمعنا بضيفنا الكريم مع علي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الدوان المالك السلام عليكم علي الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وحيا الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركة وأن نلهمنا في السداد اللهم آمين وأذكركم أيها الإخوة والأخوات بجوة البرنامج للتواصل صفر خمسة صفر واحد سبعة ثمانية خمسة خمسة ثلاثة ستة على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما وصل إلى البرنامج من سؤال عن قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوش به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا عبد الله ورسوله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحبتي في الله هذا السؤال تضمن البحث في تفسير قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوش به نفسه ونعلم ما توسوش به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد رب العالمين يقبر بأنه خالق الإنسان وهو أعلم بما خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف القبير فخلق الإنسان وعلم أحواله حتى إنه علم ما توسوش به نفسه ولو لم يتكلم به توسوش به نفسه مثل ما قال الله تعالى والله عليم بذات الصدور يعني الأشياء التي في الصدور ولم يتكلم بها الإنسان والآية الأخرى فعدم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم علم الله تعالى عام يشمل ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون لا يغفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه بالعلم والإحاطة والقدرة وملائشة رب العالمين أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد هذا اللي هو في محل مذبح الشاد الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني في نهاية القرب ما في شيء أقرب من هذا إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد رب العالمين جعل للإنسان ملكين عن يمين وشمال الذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على الشمال يكتب السيئات الذي على اليمين يكتب مباشرة والذي على الشمال يتأخر لعله يتوب فتمسح عنه لعله يراجع نفسه فرب العالمين وضع أو خلق الملائشة نوع من الملائشة لهذا كما قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون قال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد يعني جاعد متفرق لهذا العمل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كل ما حسى الإنسان فيه الرقيب الذي جالس متفرق ليكتب ما يقول الإنسان فإذا جاء يوم القيامة جاء بهذا الشتاب وعرض الشتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الشتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا والآية الثانية ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين نعم نعم بارك الله فيكم معنى اتصال أم محمد من جدة تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك لله خير شيخنا والله يحفظت يا بنتي الله يسلمك الله يسلمك يا رب بدي أسأل بس على موضوع يعني أخذ سيارة من المعرض بدي أخذها ولدي بالتقصيص بس هي حديدة عليه قالوا له روح على البنك البنك بيقصت لك ياها أنا بدي أسأل هل البنك حلال موضوع التقصيص من عنده ولا فيها حرماني لا لا حلال حلال يا بنتي البنك يشتريها أول شيء ابن سيحددها حدد نوع السيارة يقول للبنك روحوا اشتروا لي السيارة الفلانية وأنا بعطيكم ربح هذه المعاملة تسمى المرابحة مع الآمر بالشراء ولدي سيامر هم يشترون وهم يشترطون عليه ربح حددون الثمن فيه ربح فهذه معاملة لا بأس بها نعم ما فيها ربا يعني لا لا ما فيها ربا فيها زيادة بيع ما تعرفين ما في أحد بيع اللي بربح صح شكرا لك نعم يعطيك العافية أيضا من الأسئلة التي وصلتنا يقول السائل عندي فضة ودار عليها الحول هل فيها زكاة الذهب والفضة والنقود كلها فيها زكاة يضم بعضها إلى بعض يعني لو أن مثلا السائلة هذه عندها فضة مثلا نقول مئة غرام فيها زكاة لأنها تضاف إلى الذهب والجسمة والنقود النقود أما إذا ما عند الإنسان إلا خمسمائة غرام فضة ما عند شيء غير ما فيها ما فيها زكاة ليه لأن نصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعين خمسمائة وخمسة وتسعين غرام إذا كان عند الإنسان هذا النصاب وجبت فيه الزكاة لكن إذا كان عنده نقود أو ذهب فتضاف إليها ويجل جميع نعم نعم بارك الله فيكم أيضا من الأسئلة يقول الساب إذا جئت إلى المسجد فوجدت الإمام جالسا للتشاهد الأول فهل أكبر ثم أجلس أم أنتظر حتى يقوم هو الأفضل أنك تكبر وتجلس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة فما أدركتم فصلوا وما فاتشوا فأقضوا فأنت أدركت التشاهد فإذا دخلت معهم في التشاهد حسب لك الوقت هذا الصلاة وقرأت التشاهد ما فيه شيء يضي عند رب العالمين نعم بارك الله فيكم من الأسئلة أيضا اقتردت من شخص مبلغا ماليا وسددت جزءا منه أثناء حياته ثم قال توقف عن السداد وإن توفيت وهي عندك سامحك الله ماذا أعمل واضح الرجل قال توقف عن السداد وإذا توفيت فتراني مسامحك نعم خلاص تزهر الله خير والكلام واضح إلا إذا كان هذا الرجل في تلك الفترة غير عاقل بعض الناس إذا جاء قبل يموت يصيب خرف أو يصيب المرض يذهب عقله حينئذ ما عاد ينفع هذا كلام إذا جاء فيه هذا ما ينفع نعم نعم بارك الله فيكم أيضا نعود إلى الاتصالات أم خالد من جدة تفضلي قالوا السلام عليكم السلام ورحمة لي أم زبايننا من جدة من القنفذة لا من القنفذة أي ماشا يا سيخ نعم أنا عندي والدة توفى تكريماً له السبوع وعندي الوالدة الله يغفر الله الله يغفر الله الله يغفر الله أعظم الله أجركم وأحسن عزائكم مين يا رب ساك الله والدتي مخلوقة كبيرة في السن كانت تلبس ساعة ونحن الجهال ما ندري للناس ساعة هي اللي بتاع حلال أو سايز كبيرة في السن شوية ولا تسمع الكلام كنا في قرية صغيرة وتخرج من دون عبا قال عليها شيء يا أخي ما حالا شيء حين الناس إذا مات زوج المرأة خالص تنهم لبسه ولعد تخرجين ترها طبيعية يعني المرأة إذا مات زوجها طبيعية إذا كان معها مثلا ختم في داها أو حلق فزانيها ما تفسخن أو ساعة ما تفسخ فيتبقى يا بنتي بعض الناس يروح يقطع لكن لا الحلي اللي يلبس تروح الحفل تلبسه هذا لا الحلي الذي يلبس للاحتفال للزين لا أما هاللي جاء على في داها مثلا هذه تطبخ وتنفخ ويه في داها ختم أو غوايش أو شيء ما هذا هذه مو بلازم تشينها لونها ذهبي ساعة بس لونها ذهبي لكن هي خليتها 24 ساعة في داها ولا تلبس هل الاحتفال لونها ذهبي خلاص أبد ما على شيء ولا يتلبس عبات ما دامت تروح للجيرة مو بلازم العبات يا بنتي لا بس تنشي كذا شوية طلعنا الحوش تنشي ما شايا الحوش ما تحتاج عبات حتى ولا تحتاج على رأس شيء لا جزاك الله ما دامت في بيركم ما هم ملزوم يا إخواني بعض الناس إذا مات زوج المرأة قالوا لازم الغطاء ذا اللي على الراس ما تفسقينها أبد حتى بحضهم يقول في النوم مو بصحيح يا إخواني المرأة في بيتها المرأة في بيتها ما عندها اللي عيالها لو أرادت تفسق شسمها غطاء راسها وتجلس مع عيالها ما في الشيء يا إخوان حياكم الله شكرا لك بارك الله بكم نبقى مع هذا الفاصل يا شيخ وثم نرجع مرة أخرى إن شاء الله أهلا وسهلا بكم مجددا وبضيفنا الكريم مع علي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق من الأسئلة يا شيخ حفظكم الله يقول السائل توفي جد رحمه الله وجدتي امرأة كبيرة ولا تدرك كثيرا من الأمور حتى الصلاة لا تضبطها ما حكم عدة الوفاة في حقها تعتد للوفاة ويجنبونها مثل الطيب والأدوات الجمال وهذه ومعادي يعني يمشي مثل هذا الأمر فحين فحين نقول لها هي أهم شيء عندها في العدة أنها لا تخطب ولا تزوج وفي الآن في مرحلة لا هي عندها يم خطبة ولا يم زواج نعم خاصة نعم ثم دواعي الخطبة الطيب والكحل والحنة وأدوات التجميل هذه أيضا ما هي بيمها ولذلك هذه يعني ما تكليفها بمثل هذه الأشياء غير وارد وهي أيضا ليست لها يعني مو بيروحون يمكجونها ولا يزينونها لا على الطبيعة ولا يطيبونها نعم لكن تغتسل يغسلونها وينظفونها ويلبسونها ذيابا مناسبة طيب نعم بارك الله فيكم أبو علي من جزان تفضل بالسؤال السلام عليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته أحبك في الله شيخ الله أحبك الله الذي أحببتنا شيخ عندي سؤال واحد نود وضع الشاشة في المسجد تعلق في الخلف الهدف منها عرض أدعية وأذكار من أفوال الرسول القريم صلى الله عليه وسلم فهل هذا جائز أو فيه تشفيش على المصلين علما بأنها ستكون خلف المصلين وليس أمامه هي يصدر منها أصوات عشان التشويش ولا ما يصدر لا لا شيخ شاشة صامتة صامتة ما بيها شي شي وهو أحسن من الذين يجعلونها أمام المصلين فيه الناس الآن عندهم اللوحات هذه اللي فيها الكارب يضعونها أمام المصلين أنتم تضعونها في الخلف هذا أحسن في الخلف نعم شكرا لك بارك الله فيك بارك الله خير من أيضا الأسسلة يقول السائل والدتي أرضعت بنت العم مع أختي ما حكم الزواج منها ما دام رضعت من أمك فيه أختك يا أخي أختك من أمك وإن كان أبوك ورضعت من لبن أبوك أيضا فيه أختك من أمك وأبيك من الرضاعة نعم نعم حفظكم الله هذا السائل يقول قبل أن يحول الحول على المال اكتتبت في مساهمة وبعد انتهاء الحول أعادوا لي فائض الاكتتاب هل في الفائض زكاة أو أنتظر حتى يكمل الحول هو الآن يقول كمل الحول ولا لا نعم قبل أن يحول الحول على المال اكتتبت نعم ثم وش بعد في مساهمة وبعد انتهاء الحول أعادوا لي فائض الاكتتاب نعم هو مالك هو في فترة اللي هو باقي عند الاكتتاب أنت دار إنه بيرجع لك صحيح فالذلك تزكيه نعم اتصال معنا عيسى من العراق تفضل السلام عليكم على الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ خامين قبل فلات الظهر أصل لأربعة بارك الله فيك هذه سنة ثابتة عن حبيبك صلى الله عليه وسلم عليها أفضل الصلاة والسلام هل يجب أن أصلي هنا أربعة متصلات أم أصلي كل ركعتين واحد الأفضل كل ركعتين واحد لكن إن صليتها متحدة جاهز لأنه قد ورد في حديث اختلف العلماء في تضعيفه وتصحيحه وهو من صلى أربعا قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء حسنه بعض العلماء شكرا لاتصالك بارك الله فيك نعم نعود إلى الأسئلة التي وصلت إلى جوال البرنامج يقول السيد نذرت عدة نذور ولا أذكر عددها وفي الوقت نفسه لا يوجد لدي الاستطاعة المالية على الوفاء بها فماذا أعمل المشكلة أننا لا نعرف هذه النذور لأنه إن كانت نذور تبرر لازم من الوفاء بها يعني مثلا يقول إن تزوجت بنتي ذبح شات وإن نجحوا لدي من المدرسة بتقدير ممتاز حكم اليمين إذا يعني أراد أن تذهب إلى السوق يكفر كفارة يمين وتروح هذا نذر اللجاج والغضب وفيه نذر المطلق الذي يقول عليه نذر هذا كفارة كفارة يمين وفيه نذر المعصية البعض الحريم الآن تقول عليه نذر أني ما عاد أسلم على أمك هذه معصية أم الزوج ومسلمة كيف ما تسلم علىها هذا نذر معصية نعم نعم بارك الله فيكم يقول السائل إذا حضرت المسجد حيث يوجد أكثر من جنازة هل الأجر على عدد الجنائز أو تعتبر كأجر جنازة واحدة أنا والله أني ما أحب يعني في مثل هذه الأسئلة ما أحبها ليه لأن الإنسان اللي يشتغل عند ملك الملوك يسأل عن الراتب لا يا إخواني والله لحنا أنا لو يجينا خطاب من الملك ومن واحد يعني ويقول تعال أبي تشتغل عندي استحيت أن يقول سم الراتب يا إخواني الآن اللي يجي للجنائز ابشر بالخير لكن مع هذا العلماء بحثوا ما قالوا شيء ما بحثوا نعم فقالوا يعني الراجح أنها تتعدد تتعدد الأجور بتعدد الجنائز تدعني إذا صلى على أربع يحصل لها أربعة قراريط نعم نعم بارك الله فيكم نعود إلى الاتصالات الياس من الجزائر تفضل طالب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ بارك الله فيكم عندي سؤال نعم ما حكم لبس السراويل من الكتان والجنز إذا كان لبس أهل البارك أحيانا سراويل أحيانا يلبسهم القميص القميص يا شيخ ما يغني عن السراويل ألا كان السراويل عندكم معنا غير اللينا نعرفه إذا يعني السراويل هذه الجزء السفلي الذي يستر العورة فإذا كان السراويل المقصود بها عندكم مثل ما هو عندنا فيه لا تعارض لبس القميص الإنسان يلبس قميص وسراويل أنا فاهم من السؤال ولا لا لا صح نعم يقول هو السراويل القصير إلى الركبة يعني هو يسأل عن السراويل غين إذا كان القميص يستر الباقي من العورة يجوز والركبة اختلف العلماء فيها والراجح أنها ليست من العورة نعم نعم بارك الله فيكم أيضا من الأسئلة إذا توضى الإنسان في دورة المياه هل يجوز ذكر البسملة بالقلب أم باللسان أما بالقلب فيجوز وأما باللسان فاختلف العلماء فبعضهم يرجح وجوب البسملة فيقول تقال حتى ولو في الدورة وهذا رأي الشيخ عبد العجل بن باس لأن يعني يقول أن الحديث فيها يعني يصل إلى قرر الوجوب ولا وضوء لمن لم يأشر اسم الله عليه وقيل لا يسمي تقديبا للحاضر لأنه إذا اجتمع دليل حاضر ودليل مبيح يقدم الحاضر فحينئذ لا يأشر الاسم الكريم في دورة المياه نعم نعم أيضا من الأسئلة يقول هل تصح صلاة المأمومين إذا كانوا خارج المسجد ولا يرون الإمام والصفوف مثل صلاة الجمعة لا يسع الناس إلا هذا الآن الناس يا إخواني إذا امتلأت المساجد وامتلأت الشوارع اللي عندها والحدائق كما يوجد غالبا يوم العيد وكما يوجد أيضا في بعض الجمعة ويوجد أيضا في الحرم من الشريفين لا يسع الناس إلا أن يصلوا وهم لا يرون الإمام وإنما يسمعون الإمام أو يسمعون المبلغ ويرون الصفوف فإذا كانوا يرون الصفوف حتى يعني أحيانا ما يرون الصفوف الإمام لأن مثلا الآن عندنا المساجد اللي فيها خلوة الخلوة نعم اللي تحت البدروم نعم يصلون الناس في البدروم وهم لا يرون الذين فوق لكنهم تابعون للمسجد البدروم هذا تابع للمسجد نعم حتى في الحرم يا شيخ في ناس تصلي بعيدا عن المسجد وفيه فارق بينهم نعم وفي ناس يصلوا في الحرم في الساطح لا يرون نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت في هذه الحلقة وأنت أخي جزاك الله خيرا واجزى الله إخواننا القائمين على هذا البرنامج خيرا واجزى الله إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات خيرا وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتهم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخواتي لهنا وناتي لأختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى و قد كان معكم علي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي جزى الله الشيخ خير الجزاء و نفعنا جميعا بما سمعنا نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء قادم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و ما أغسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون